يبدأ حجاج بيت الله الحرام غدا الجمعة مناسك الحج بالتوجه إلى مشعر منه لقضاء يوم الترويع هذا هو من المقرر أن يتم تصعيد ضيوف الرحمن السبت المقبل الموافق التاسع من شهر ذي الحجة إلى صعيد عرفات اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة على المستويات كفة الأمنية والصحية والخدمية وفرضت قوات أمن الحق والأجهزة المعاونة أطواقا أمنية واسعة لضمان أمن الحقيق وتيسير تفويهم وتنقلاتهم في مناطق المشاعر وفق التوقيتات المحددة